لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله سبعمائة متر في سليفري وقريبة من المطار وجوه الارض دي مية شجرة فواكه ومغزن مياه عشرين طن وكمان في بير البير ده عمقه مية وسبعين متر والحاجة الجميلة جدا ان الارض بتاع المزرعة الحدود بتاعتها اللي من الخارجية من برة متغطية بشجر طوله متر شجر اسمه جام اللي هو بتاع الاكسوجين الخبر الحلو بقى اللي ليه احنا بنعتبر حاجة زي كده فرصة كبيرة جدا شركة التقييم قيمتها ب13 مليون 500 الف ليرة والمالك قنعرضها بسعر 12 مليون 500 الف ليرة لكن كلمنا مبارح الا لو في مشترد الوقت الايام ديت انا هابع سعر نائي ب11 مليون ليرة فتعتبر ما شاء الله فرصة كبيرة بسم الله الرحمن الرحيم احب اقدم شكري جزيل للأستاذ علي واحب اشوفكم هذا الطابو اللي حصلت عليه خلال يومين نتمنى لهم التوفيق في عملهم الف شكر موعد خالد الصعبي من المدينة المنورة علي جمال حقيقة يعني جميل جدا وجدت منثقة لا يبحث عن الماضي يبحث عن اهم شيء يعني وصل للناس يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي يجيش قبل لا يهم مصلحته في ما يبحث عنه والله يوفق بالحقيقة وانا انصح التعامل معه جدا علي راطي والانساني خاض الله ويبحث عن الاجوة يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان فالحقيقة يعني انا انصح بالتعامل معه لانه يبحث عن الجودة والدرجة الثانية يبحث عن السعر وهو له وضع يعني خاص هنا وما سأل الله اللي بارك فيه وانصح بالتعامل معه جدا الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم كنا مقررين انا وزوجتي نشتري شقة في اسطنبول بعد البحث حصلنا على شقة في اسطنبول والحمد لله وشكر بجهود استاد علي وشركة المحترم وطلعنا البارحة على الطابو خلال ثلاث ساعات صار الطابو باسم زوجتي او باسم العائلة الكريمة والحمد لله والشكر مع متابعة استاد علي ما قصروا يانا وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريكة المحترم وانصح اي شخص يريد يشتري شقة في اسطنبول يتعامل مع استاد علي وشريكة المحترم يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين والحمد لله والشكر واشكرهم جزيلا والله بارك فيك اخوي علي انا شكر ومقدم لك والله انا مبسوط اني شفت الطابو باسمي يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا اخوي علي اعطيتك وكالة وحطيته الطابو باسمي وانا مش موجود عندكم والله ما شفت يا اخ علي الا الصدق والامانة يعلم الله ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد يعني انا ضروري جميع اقاربي واصحابي اعطيهم خبر عنك يعني يشتروهم ملتحين صدق وامانة واخلاص ما شفتها باي شخص ثاني الف شكر يا اخوي علي شكرا شكرا جزيلا احنا نشكرهم كثير وقدرنا ان انطوب البيت بنفس اليوم يعني يعني شي جميل جدا الحقيقة اه ومثل ما تعرفون انتو يعني ان احنا غربة في هذا البلد بالجماعة وبفرن احنا سيطان ما حسين بغربة ما حسين بشي حسين انو اولادنا ومعنا في الشراء من البداية الى النهاية تابعي الوطل تابعي الوطل لقدرنا اقارب من البداية الاغرب ويروح من البداية تابعي الوطل تابعي الوطل وهاي شوقتنا جديدة تابعي الوطل اشتريناها من خلال الساد علي وشريكة تركي مشكورين كل الشكر والمنظر العام يكشف كل اسطنبول كل اسطنبول من كل جهاتها ألف شكر إليك أستاذ علي وألف شكر لشريكك التركي وليم مساعدتكم ألا تحياتنا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم فهد الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال اشترينا الشقة في سلطان أيوب والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار والأخ علي ماشاء الله عليه بأمانته وصدقه في الأمانة الحمد لله اللي شفناه للمسه منه كل خير أفضل من الناس أنا أصحكم صراحة بالتعاون معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين وأتمنكم كل الخير وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكه اللي تعاونوا معنا صراحة وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعاون يعطيكم مال فعال فيه إن شاء الله شكرا بسم الله الرحمن الرحيم أنا أخوكم من العراق الشقيق جيت التركية ما أعرف كل شي وما أندل كل شي من واحد الواحد أبو التكسيات واحد يودينا على واحد وواحد يودينا على فلاه فندق وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال أخونا المصري جاءنا قبل طيران من الصبح وجاء بنا فندق بسعر كويس ومناسب وخلف الله عليه وما قصروا يانا وشالوا يجنة طاني وعائلتي أربع نفرات زين لما علي جمال أنا كان تهيت بتركيا المنقذ الوحيد لإخواننا العرب في تركيا علي جمال واللي مالي ديتوه اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود أخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخلي لكل عربي يجي التركيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسأر جدا رخيص ومميز الموقع المميز اللي كان فيه ياني كابي على البحر مباشرة وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر طابو سليم وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى أنتهى الطابو وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة يتواصلون مع أستاذ علي جمال وشقة للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في إسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في إسطنبول هذا الرجل الذي من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في إسطنبول من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جداً وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامع الأزرق وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصياً وكذلك لديه صراحة كبيرة جداً في التعامل حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسلم بها حالياً نصيحة للجميع لما لديه نير الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الهجاب الاتصال بالأخي علي جماعي السلام عليكم السلام مرسل 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 السلام عليكم أولاً أقول الحمد لله يا رب العالمين ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا الشركة كويسة جداً ومع الشركة التركي اللي هو نفسي تفكيري نفسي دماغي بالزبط شوفوا يا جماعة دلوقتي إحنا بنشتغل إزاي في العقارات أول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة أو العقار لو سعره كويس ولقطة نتوقع على الله بعد كده بنروح نشوفه إيه النقطة التانية مكانه هل مكان أمين مكان يصلح لعيلة مكان جنب المتر والمواصلات دي تاني نقطة تالت نقطة الطابو يعني الطابو اللي هو سند الملكية بنشوف الطابو أيوة بنشوف الطابو صحيح أو مصحيح لأنها أمانة مين حلقة الوصل مين حلقة الوصل بينك وبين المالك إحنا فدي أمانة كبيرة جدا إحنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجة جميل جدا والمالك سليم وكل حاجة كويس جدا فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا بما إننا الحمد لله إحنا خبرة في العقارات المشتريين الوقت بيعملوا إيه بيشوفوا الأسعار فإنت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون أحسن من الشواء اللي حواليك شئتك هتتبع بسرعة فبناء عليه بيدينا سعر نهائي وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو ده اللي أنا بصمم فيها أي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشرة وبعد ما تدقوا إن شاء الله بتعودوا مع المالك مباشرة من نوكولي كويس؟ بناخد النسبة المعروفة على هنا في تركيا العادلة كويس؟ دي حاجة تاني حاجة عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا إنكم ما تقلقوش علشان إن شاء الله هنكون معاكو لغاية ما تستلموا طاب الشقة باسمكو لغاية ما تستلموا السند الملكية يعني طاب الشقة باسمكو إن شاء الله وإحنا هنكون في دهركو وهنكون في كتفوكو إن شاء الله واتطممو أتمنى إن شاء الله أشوفكو قريب في تركيا شكرا وبحبكو جدا علي جمال اسطنبول تركيا مع السلامة